فالحقيقة أنا سعيد جداً لأنه ممكن لقدر الله نخسر حاجة لكن الشكل العامل الفريق شكل جيد أنت لا تعتمد على واحد أو اتنين أو اتنين لا أنت بتعتمد على فريق بتعتمد على مدير فني أو منظومة أنا أسف منظومة محترفة ومحترمة منظومة قدرت أن هي تجيب مدير فني محترم أنا لما قعدت مع الرجل هنا وكان معايا كان شديد الاحترافية في كل شيء حتى في حواره حتى في كلامه حتى في إجاباته على الأسئلة بدون تشن وبدون عصبية أقول له أنت رجل عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وأنا بحبها يعني فالراجل كان يقول لي إيه مش أنا الفريق التيم المجموعة كل ما أجأتكلم معاه مش عارف أوديه في حتة بصراحة يعني كان دايماً يقول لي المجموعة وجستي بوش ورجل محترم وأنا على فكرة أنا على تواصل دائم مع بوش لغاية دلوقتي يعني بنتواصل دايماً يمكن كل يومين تلاتة لأنه رجل محترم جداً جداً وعلى ناحية الشخصية كمان رجل محترم جداً فالحقيقة أنا سعيد جداً ومسوط لأنه في الناشئين زي ما حضراتكم شايفين هناك تطور كبير جداً في الناشئين في النادي الأهلي في كرة السلة هناك تطور كبير جداً في كرة السلة أربعة بطولات وربعة أنا مش بتكلم أنا لما باجي أتكلم يا جماعة وأنا مع حضراتكم دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم بالأرقام مش مجرد أن أنا بتكلم أي كلام كده أقوله وخلاص اطلاقاً لكن أنا لما باجي أتكلم مع حضراتكم باتكلم بالأرقام فأرقام بتقول إيه دوري منطقة القاهرة بطولة عربية بطولة كاس مصر بطولة دوري المرتبط وباقي الدوري أربع بطولات من خمسة حتى الآن ممكن ناخد الخمسة ممكن لقدر الله نخصر محدش عارف إلا حيحصل ولكن أنا بقول أن حتى الآن النادي الأهلي عشر على عشر عندك إدارة محترفة وقوية وعارفة هي بتعمل إيه الراجل ماشي من نادي الزمالك جاستي بوش ونادي الزمالك نفسه حتى تمناله التوفيق ودي حاجة محترمة يعني فبعد كده الأهلي لقى هذا المدرب موجود وفاضي تعاقد معاه وجابه اشتغل معاه عمل هذا الفريق أو كان معمول قبله هو ضف اتنين تلاتة عليهم والشكل اللي حضراتكم شفتو ده هو النادي الأهلي الفرحة اللي حضراتكم شايفينها هذا هو النادي الأهلي سادت النائب نائب الرئيس النادي الوزير العامري فاروق كان هو متواجد مبارح هو والأستاذ محمد الجرحي والأستاذ طريق أنديل والأستاذ محمد سراج والأستاذة مية عاطف وكل المجموعة اللي كانت موجودة الحقيقة أنا بس أشان ما نساش حد كلهم كانوا متواجدين مبارح ليؤذروا فريق كرة السلة فعشان كده أنا مبسوط وفرحان مش أنا الوحدي كل الأهلوية مبسوطين وفرحانين النادي الأهلي على العهد دائما أفرحنا دائما مستمرة